السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي كوفيد 19 عندي سؤال هذه الحلقة سنتناول فيها جانب من تأثيرات جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي وبالتحديد تأثيرها على الشركات والمقاولات لتوقف نشاطها بشكل جزئي أو بشكل كلي بسبب تدائيات هذه الجائحة والسهيلات الضريبية والجيبائية التي ستستفد منها في هذه الضرفية المديرية العامة للضرائب علنت سابقا أنه يمكن للشركات التي يقل رقم المعاملات ديالها عن 20 مليون درهم أن تستفيد من تأجيل الأداءات الضريبية من 31 مارس حتى نهاية يونيو المقبل هذه الإجراء كانت صدقة له لجنة اليقظة الاقتصادية في إطار وحد ناشي استباقي وخدات بعين الاعتبار تأثير جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي كما صدقت مؤخرا على إعفاء بعض التعويضات المؤدت للأجراء المتوقفين عن العمل إعفاءها من أداء الضرائب هذه الإجراءات ضمنتها وحد الوثقة أو المذكرة المديرية العامة للضرائب باش ناخد المزيد من التوضيحات في هذا الموضوع كي يحضر معنا اليوم في هذه الحلقة السيد محمد كميمش المدير الجهوي للضرائب لرباط سلا القنيطرة مرحبا بكم سيدي أهلا وسلم وفي البداية هذه المذكرة الجديدة للمديرية العامة للضرائب شنو كتنص؟ أولا لا بد لي من أن أشكرك ومن خلالك سيداتي قناتنا التلفزية الأولى على كريم الضيافة والاستضافة في هذا البرنامج حتى نوضح للجمهور ما تضمنته المذكرة التي وردت في مقدمتك نحن هنا في هذا البرنامج التواصل الحواري من أجل أن نعطيها المزيد من التوضيحات ولهذا لا بد لي أن أرجع إلى التقديم حتى أورد مسألة دقيقة وهو أن الشركات التي عندها رقم المعالمة مالات أقل من 20 مليون ديال الدرام يمكنها أن تأجيل الأداء إلى غاية ما تم يونيو بدون أن تدليه بطالب في حين أن الشركات التي يعادل أو يفوق رقم معاملتها 20 مليون درام وجب عليها من أجل استفادة من تأجيل الأداء أن تقدم طلبا للمديرها العامة للطرف الآن نعود إلى هذه المذكرة في البدء كان هناك موافقة لجنة اليقظة الاقتصادية التي رأسها السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وفقت على مبادرة قامت بها المشغلون من أجل مواكبة ومساعدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل تمت الموافقة داخل لجنة اليقظة الاقتصادية التي رأسها السيد وزير الاقتصاد والمالية الموافقة على المبادرة التي قام بها المشغلون من أجل أن يعطوا لأجرائهم يعني تعويضت كمساعدة عائلية وبالمقابل طلبوا أن يكون هناك إعفاء من الطرائب وهذا ما استجابت له اللجنة المذكورة فصدرت مذكرة بتاريخ 21 أبريل 2020 مذكرة موقعة من طرف المسؤول الأول على المديرية العامة للطرائب هذه المذكرة الدورية التي تتضمن الشروط والتوضيحات التي يمكن معها الاستفادة من هذا الإعفاء الذي يخوله نص القانون نص القانوني يعني إذا رجعنا إلى المادة 57 الفقرة الثانية فإنها تعطي إمكانية إعفاء المساعدات العائلية في ظروف معينة ولش كان ضروف جائحة مثل جائحة كورونا أعطت يعني للإدارة الجبائية إمكانية أن يستفيد هؤلاء المشغلين من هذا المقتضر ولكن هي ما تؤديش على هذا شيء ضرائب لا هذه المساعدة ستكون معفية من أداء الضرائب على الدخول والأجور والدخول التي في حكمها ولكن بشروط هذه الشروط هي التي سنرجع لها الشروط الأساسية هي أن تكون هذه الشركة في صعوبة وتكون متوقفة هنا لازم تحديد المقاولات المعنية بالصعوبات يمكننا نحدده شكونا هي هذه المقاولات المعنية بالصعوبات هذه المقاولات المعنية بالصعوبات يعني يمكننا أن نرجع إلى نص تنظيمي هو الذي يوضحها وهنا نرجع إلى نعقاد مجلس الحكومة يوم الجمعة الفارط 24 أبريل 2020 ومن بين النقطة التي تضمنها جدول الأعمال هناك نقطة متعلقة بمتابعة الدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم بتطبيق القانون 25-20 هذا القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية لصالح ولفائدة المشغلين الذين يصرحون للصندوق الوطني للضمن الاجتماعي وكذا للعاملين معهم المصرح بهم هذه نقطة مهمة الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء جائحة كورونا كوفيد-19 وهذا المرسوم يحدد شروط التي يمكن معها اعتبار هذه المقاولة في وضعية صعبة فجاء بشرطين أساسيين وهما أولاً أن يكون التوقف عن العمل التوقف المؤقت عن العمل بقرار إداري صادر عن السلطات إعمالاً لمرسوم 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية الشرط التن وهو أن رقم الأعمال المصرح به بالنسبة لهذه المقاولات قد تكون مقاولات لأشخاص ذاتيين يعني طابعيين أو لأشخاص اعتبارين منويين شركة هذه الشركة يجب أن لا يقل رقم المعاملات المصرح به عن 50% بالنسبة لكل شهر من أشهر أبريل، مايو ويونيو 2020 مقارنة بنفس الشهر بتصريح رقم المعاملات لنفس الشهر لـ 2019 هذا شرط أول شرط ثاني وهو أن مجموع الأجارة لهذه المقاولات التي تعيش صعوبة بما فيها أولئك المتدربون قصد التكوين من أجل الإدماج لا يمكن أن يتجاوز هؤلاء 500 فرد نعم، الآن هذا المرسوم يجيب إذا تجاوزت هذه المقاولة 500 فرد كعمال وأجراء لديها فالمرسوم أتى بإجابة وهو أنه تحدث لجنة لهذا الغرض كذلك هذا المرسوم يحدد المقاولات التي تستثنى من هذه الوضعية الصعوبة نظر لأن سلطات قد ترتائي أن نشاطاً معيناً يجب أن يستمر وذلك استجابة لضرورة مكافحة الوباء والضرورة الاقتصادية والاجتماعية لبلدين سيد كميمش تعودنا خلال هذا البرنامج أننا نتوصلوا بتساؤلات المواطنين حول موضوع هذا الحرقة وفي هذا الإطار توصلنا بمجموعة من الاستفسارات التي تتهم مثلاً نوعية هيلات والإعفاءات الضريبية سنتابعوا هذه التساؤلات ونرجعوا نجاوبوا لها مع الضيف دينا باش نعرفوا المقاولة المتضررة من هذا الوضع الناتج عن كوفيد-19 واش نحتمد فقط على رقم معاملات مصرح به ولا غادي يتم الأخذ بعيد الاعتبار النشاط ديال الموارد البشرية والتوقف ديال الأجراء عن العمل واش كين اعفاءات ضريبية ولا تسهيلات اللي غا تمكن الشركات من تجاوز هاد الموارد البشرية هل هناك تحفيزات ضريبية مقترحة لمساعدة مقاولات متأثرة بهذا الوضع؟ ما التدابير الجبائية الممكن اعتمادها من أجل مساعدة المقاولات على ضمان استمراريتها بعد هذه الجحية؟ ما هي أهم نفقات الجبائية أي إحفاءات ضريبية التي من الممكن أن تستفيد منها الشركات وما هي الطبيعة ديال هذه الشركات التي تقدر تستفيد منها؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في المجال الضريبي؟ ما هي الشروط المطلوبة من طرف مصالح الجبائية بالنسبة للمقاولات التي تقدم مساعدات المالية للأجراء المتأثيرين بسبب أو بتدائيات جائحة كورونا؟ ما هي الوثائق التي يجب الإدلاء بها لمصالح إدارة الضرائب في هذه الحالة؟ السؤال ديالي هو كيف أرغبت ساهم هذه المبادرة في التخفيف من الطرع على الأشخاص اللي يفقدوا وشغل ديالهم بسبب هذا الفيروس؟ السؤال ديالي كيتمحور حول تأثير هذه التدابير على الاقتصاد الوطعني بصفة عامة وعلى القطاع الخاص بصفة خاصة ما مصير الغرامة والزيادات المترطبة عن تأخر في أداء الضرائق بسبب المقاولات خصوصا منها المسأترة بهذه الجائحة إذن كانت هذه مجموعة ديالتساؤلات ديال المواطنين اللي توصلنا بها عبر تطبيق واتساب وعبر صفحة الأولى على فيسبوك وإنستغرام ونرجع لك صيد كميمش إذن نرجع حسب أول سؤال للتعرف على المقاولة المتضررة من هذه الجائحة هل سيتم الاعتماد على رقم المعاملات المصرح به أو عدد الأجراء المتوقفين عن العمل وكيف ستستفد من هذه التحفيزات؟ كما سبق وقلنا أن الإعفاء يعني يرتكز على رقم المعاملات المصرح به رقم المعاملات المصرح به الذي لا يجب أن يقل عن 50% من رقم المعاملات لمقارن بالنسبة لثلاثة أشهر لأسلفنا لمقارن مع 2019 بالنسبة للأجراء هذا الإعفاء يهم 50% من معدل صافي الأجراء لشهرين الأولين لـ 2020 يعني متوسط أو معدل الأجراء الصافية لشهرين ناير وفبراير 2020 بدون احتساب يعني العلويات والزيادات والمكافأات الاستثنائية والدورية نعم كالسؤال ما هي الشروط المطلوبة من طرف المصالح الجبائية بالنسبة للمقاولات لك تقدم مساعدة المالية للأجراء المتأثرين والتي تقف عن العمل بسبب الجائحة وشنه الوثائق؟ يعني الجانب الإجرائي الجانب الإجرائي وهو أنه يعني هذه المقاولات سواء كانت أشخاص كيف قلنا أشخاص طبيعية أو أشخاص معنوية فهناك إقرار بمعلومات يتم يعني إيداعه بواسط البريد الإلكتروني على يعني نموذج تقدمه الإدارة هذا الإقرار هذا يعني بالموازة معه يمكن لهذا المشهيل أن يليجى برقم التعريف الإيجابي أن يليجى إلى المنظومة المنظومة يعني الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب فيمكن من اللائحة ومن المعلومات التي تخص الأجراء والتي تم تصريح بها في آخر تصريح بالأجور تصريح السنوي للأجور وبعد ذلك يعني يمكن معني بالأمر أن يأخذ هذه المعلومات ويرجع إلى هذا التقرير بالمعلومات لكي يعني يكمل المعلومات ويودعه في النظام هذه النظام سوف يتولى يعني أهد لهذه طيب كانوا أحد سؤال مهم سيكميمش بالنسبة للناس الذين يعطوا المساعدات للأجراء بدون مراعاة الشروط المطلوبة واش غاديت ترتبع لهم بعض الأداءات أو بعض الضرائب نعم من ناحية الجبائية قلنا أن هناك شروط وهناك سقف هذه الشركات يجب أن تكون شركات يعني يعترف لها بأنها في وضعية صعبة جراء هذه الجائحة وأن لا يقل يعني رقم يعني المعاملات نقص في رقم المعاملات 50% مقارنة مع 2019 وأن يكون هذا الأداء يعني هذا المساعدة في إطار الدعم الأسري للعمال والأجراء اللي يتجاوز هذا السقف ديال 50% من معدل يعني الأجر الصافي لشهرين اليومين ناير أو فبراين الآن إذا كان خروج أو عدم التزام فإن الإدارة الجبائية تحتفظ بحقها في مراقبة هذه الإقرارات وهذه التصريحات ويمكن أن تعود على المشغيل الذي لم يلتزم بهذه الشروط من أجل أداء مبلغ الضريبة مع الزيادات والضعائر والفوائد بغض النظر على إذا كانت الخطورة بمكان فيما يخص الالتزام بهذه السهلات يمكن أن تكون هناك عقوبات ينص عليها تدسل على القوانين والتنظيمات شكرا جزيلا لكم سيد محمد كميمش الموديل الجهوي للدرائب لربات سلا القونيترة على حضوركم معنا وعلى كل هذه التوضيحات والإرشادات ونتمنى أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت إن شاء الله وترجع الأمور إلى طبيعتها وتستعيد كل الشركات والمقاولات النشاطة ديالها العادي شكرا على وفائكم ونرتقي في حلقة مقبلة بإذن الله